اهلا من صرح يا اصدقاء اليوم رح اخدكم ان شاء الله في جولة في مكتبتي فالجولة طبعا اكيد لن تضمن اني اطلع لكم كل كتاب في المكتبة لكن رح احاول اني انا اعرض لكم بعض الكتب الموجودة في المكتبة اقدم لكم بعض الترشيحات وبس يعني رح احاول جهددا ان التصوير يكون 4K وينزل 4K علشان تستمتعوا بمناظر الكتب فقط يا احبا واتمنى انكم تشوفوا الفيديو الاخير ويا ينهل اعجابكم ولا تنسوا تعملوا شير ولايك وكمنت وكل تدروا عليه فننطلق يلا بسم الله اهلا وسهلا يا اصدقاء اول شي رح نبدأ في رح نبدأ بزاوية هاريبوتر يتبع زاوية هاريبوتر رح نحكي عن المكتبتين الصغار الموجودين امامنا لانه هدول مكتبتين معظم الكتب الموجودة فيهم هي كتب الـ Children والYoung Adult لا اصفال الـ Children والـ Middle Grade يعني الاطفال والمرحلة المتوسطة اه بالرف الاول اللي انتم شايفينه هون سلاسل بالرف الثاني هون كتب منفردة مش سلسلة وهون الكتب اللي فينا نحكي عنها مستعارة وفي الرف الاخير كتب الكروشي والاشغال الفنية والكتب التي لم اكمل قراءتها بعد فخلينا نبدأ بالتفصيل في كل رف نبدأ بكتب رف هاريبوتر الكتب الموجودة هون هي عبارة عن المشتريات الجديدة كتب مصورة للثلاث كتب الموجودة بهوغروتز اللي بتم تعليمها بهوغروتز يمكن شوفتوا تفاصيل الكتاب بمعرض فيديو معرض الكتاب وهي على هاي الشكلة اللي وراها رح تكون عندي مجموعة هاريبوتر اللي موجودة عندي هاي المجموعة للمرة الثانية احنا عم نجمعها لان المجموعة الاولى تريفت من كتر اعادة القراءة وهي مجموعة من العربي والانجليزي بس كلهم نفس الغلاف عم نحاول انه يكونوا نفس نمط هذا النوع من الاغلفة دين في عنا الشمعات تعيننا مستهلكين نوعا ما في عنا هذا الكتاب فانتاستيك بيست اللي هو مأخوذ من الفيلم وفيه اشياء تفاعلية في داخل الكتاب ممكن اكون عرضتها عليكم بتفصيل اكتر لما جبنا او عرضنا مشتريات المعرض بعدها في عنا فانتاستيك بيست كتاب الستريتد بعدين في عنا دهيستوري اوف ماجيك الكتاب من الداخل نوعا ما مزود بالصور هو بيحكي عن تاريخ السحر وبيذكر بعض المعلومات الحقيقية اللي كانت موجودة او من وين تم استحاقها من وين تم اخذها في الحقيقة في عنا الاجزاء الاربعة هلأ طالع في عنا جزء خامس الاجزاء الاربعة الهاري بوتر الستريتد اديشن على الجهة التانية هنشوف صحن موجود فيه ملاقتي اذا بدي علق اشي في عنا هوني هذا الالبوم هذا الالبوم بحفظ فيه بوسترات الصور اللي انا مش معلقها وحطة فيه افلام هاري بوتر ايضا وفي عنا الشمعة وفي عنا ايضا هذا الباص اللي موجود فيه استيكي نوتز هيك احنا بنكون خلصنا الزاوية في عنا نباتاتي بس ما انتم لاحزين لسعة البرد بلشت لأسف يعني برد الارتن كتير حامي فاكيد فاكيد رح احولهم من هذا المكان وانقولهم للمكتبة السودة لانه خلص هيك حرم بتدمروا من البرد رح ننزل للرف الثاني ونحن نبدأ بالكتب المفضلة الموجودة على جنب نبدأ بهذا الرف اللي هو بقدر اقول عنه رف مفضلاتي سواء الكتب على الشكل او الكتب على المضمون هاي المجموعة من الكتب اللي اجت في فتح ست طروت اتوقع رح يتلاقوها بفيديو اذا بتحبوا تشوفوا تفاصيلها لكني من اجمل الكتب اللي وصلتني اماري واحدة من الكتب اللي انا كتير متحمسة لقرائتها يعني يشوفوا جمال الغلاف غير عن هيك انه الكتاب اصلا القصة اصلا سمعت عليها مراجعات كتير لطيفة بتحكي انه هي نوعا ما بتنافس هاري بوتر بس للميدل جريد اصلا هاري بوتر لما طلعت هي للميدل جريد وصارت طالع منها الجزء الثاني هاي واحدة من الكتب اللي انا متحمسة جدا اقرأهم في عنا يوميات سبايدر ويك اخيرا قدرنا نجيبهم اتنين منهم مشهولين لانه هلأ عم بصور الفلوغ قراءة في عندي إنك هارت إنك سبل من افضل الكتب اللي انا ممكن ارشح لكم اياها اذا بتحبوا الفنتازيا وهي ثلاث اجزاء فزي ملاحظين اذا جبنا الجزء الثالث مش رح يوسع لكن الجزء الثالث موجود بعربة الكتب لانه على قائمة قراءاتي سبايدر ويك اللي كانوا يتابعوني من السنة الماضية من العشرين وواحد عشرين بيعرفوا انه هاي السلسلة ايضا من مفضلاتي عيبها الوحيد انها طويلة جدا جدا فانا مش عارفة كيف بدأ اكمل فيها ان في المرتفعات الخضراء انا قرأت ان بالعربية بترجبة دار المدى وهلأ عندي نسخة من عصير الكتب هاي النسخة كتدية من مكتبة شومان فانا بصراحة مش عارفة مغبر كتير الكتاب مش عارفة اذا كنت رح اقرأها او يعني حب اشتريها بالعربية فمش عارفة اذا كنت رح اشتريها باي ترجمة عصير الكتب او مسكلياني فاللي جربوا الترجمتين او عندهم فكرة مين الترجمة الافضل يخبروني عندي هاي النسخة القبيحة من ان بالانجليزية حابب تكون عندي ان كاملة بالانجليزية سلسلة ان كاملة بالانجليزية اذا جبت اشي جديد ممكن ان تخلى عن هذا الكتاب المريع طيب رح ننتقل هلأ للرف التالي اللي هو تتمة السلاسل ثواني جما احنا برف التالي الشطورين بيعرفوا انه هاي الكتب كل هاللي هون اسعارها كتير رخيصة لانه انا جبتها من تصفية مكتبة كان تقريبا ان السعر تبعهم كل 3 بيدلر حلينا نقول او الاربعة بيدنار اردني في كمان عنا الكتب التانية حتى انا الانجليزية شريتها مستعمل او حصلت عليها بتبديل المجان هاي سلسلة اللي خلينا نقول بيرسي جاكسون تقريبا لها علاقة بعالم ببيرسي جاكسون انا الهلأ ما قرأت ولا اشي من كتبات ريك رايدن الكاتب صح فحاب كتير اجرب لريك رايدن وهاي سلسلة ارتميس قصص متفرقة موجودة عنا هون اكتر يمكن قصة انا حابب اقرأها فيهم اللي هي هاي القصة لانه تذكروا لما قدمت مراجعة لاطفال سكة الحديد نفس الكاتبة لكن هون عم تكتب كتاب فانتازيا انا يمكن باخر بلوقه على القناة شفتوا قداش حبيت سلسلة ايمولا هون مس على بساطتها فمتحمسة كتير حتى انهم يكملوا الترجمة الخاصة فيها اكتر سلسلة مش عاجبيتني اول اشي هاي السلسلة الخاصة بالمنزل الصغير بالبراري لانها سلسلة نوعا ما بتشرح وجهة النظر الامريكية في استيطان امريكا يعني بتحس انها وجهة متحيزة ضد الهنود وسلسلة احداث مؤسفة انا قرأت اول ثلاث اجزاء كمان كانت خيبة امل بالنسبة الي المتوحشون اخر جزء من سلسلة على فكرة بس احنا ما كنا كانوا البنات يستعيرون من شمان ما لقوا فاشترينا وعنا هاي اللي هي السيرة النبوية مصورة لكن انا فرجتكم اياها باقدم جولة على القناة خليني افرجيكم اياها هون كيف بتيجي اللغة تبعتها مازالت طبعا صعبة لكن الفرق الوحيد ان هي مدعمة بالصور بس هي اللغة تبعتها مش سهلة يعني لازم تقعد مع الطفل وهو عم يقرأ فيها اخر اشي ممكن احكي عن هاد الرف انه ايضا وعجوبة من الكتب اللي انا متحمسة لشرائهم لشرائهم لقراءتهم اخر الكتب اللي انضم للمكتب عنا بس بتحس في بعض الكتب انحرقت عليك يعني هون كتر ما انت بتعرف شو الاصاب بتعرف شو الفيلم مع اني انا ما حضرت الفيلم بس يعني فهذا الاشي بشوي بطف الحماس يمكن تكون كتابنا للنادي الشتوي في المدرسة فلسا ما قررت يعني رح نزل للرف التحت وهو الخاص بالاستعارات مع رف استعارات الكتب هاي المدلة لا ازمة فيه لانه احنا مش مجمعين كل الاستعارات العائلية الاستعارات متفرقة وهي استعارات البنات طبعا بقرأ من استعارات البنات اخر قراءة اللي كان من استعارات البنات اللي هي بابا مومين والبحر وانا اعطيتها خمس نجوم حاليا في عندي كتابة اخر عن بقرأ من استعارات البنات لغيوم ميسو يعني موجود على بتشوفو بعدين اللي ما عليهم ليبل اللي هي استعارات من افراد العائلة لانه تقريبا انا يمكن سبق حدا وسألني وقلت لكم احنا كنا عائلة نقرأ لكن بتفاوت هلأ رح ننتقل لرف المجاور لهذا الرف اللي هو رف اللي فيه الكتب الاطفال واليافعين لكن بتكون مش سلاسل وهي هذا رف كتب الاطفال هذا يمكن مش كتاب هذا جورنلز بيدوين عليه الطفل انطباعات واليومية فموجود هون في عنا هدول الكتابين هذا الكتاب وهذا الكتاب لمؤلف دائما بحط الحيوانات بقصص وإلهم بفلوغ على القناعة بكرة هذا الكتاب اللي هو من الكتب اللي أثرت في إيه هو وكمان هاي كتب بتحسيها بتحكي عن روابط عائلية بطريقة ما أو بتحل مشكلة معينة ومين هيك ماجي هاي الكتب عن جد لطيفة أتوقع آخر تنين منهم متوفر مترجمين منيجي هون كاثرين أبليغيت كاتبت المفضلة شجرة الأماني من الكتب اللي دايما أنا بنصح فيها دا الاقتناء بتلاقوها عند مكتبة دار المنا قرأت لها السنة كرينشو البنات حب كرينشو أكتر من شجرة الأماني بس أنا بصراحة حبيت شجرة الأماني أكتر من كرينشو كريستينا أولسون كاتبتنا المفضلة ملائكة من حجر جزء من سلسلة بس حبيت أحطها عند لغة صخرة النسور لأنها هي قصة منفردة والتنين يعني بيكونوا الأبطال أعمارهم ما بين 11 و 13 سنة بيحلوا الغاز ومغامرات فيها وبتكون عن جد يعني يعني بتشدك أنت كبالغ وأنت عن تقرأ ميريا والدي لكاتبة اسمها اللي هي استريد لاندي جرين كاتبة مشهورة دار المنا ترجمة إلها كذا قصص بس بتحس إنه فيه هيك إشي حزن في الكتابة الأميرة الصغيرة اللي هي من آخر مقتنعيات معرض الكتاب لسا أنا ما قرأتها فهاي هي مجموعة قصصنا هاي المجموعة اللي هون اللي هي من شومان بتلقولها كلها مراجعة في أحد الفلوكات القراءة أتوقع 24 كتاب في 24 ساعة واحد منها كان ضمن آخر ريداثون نزل أو آخر فلوك نزل اللي هو المجيكل ريداثون فهذا هو رف الكتب أكتر كتاب ممكن أقول أنا متحمسة حاليا لقراءته اللي هو هذا الكتاب وهو على فكرة كتاب مجاني يعني من أكشاك التبديل الكتب هذا الكتاب متحمسة لإله لأنني سمعت عليه إنه له مراجعات كتير ممتازة و جيدة أكتر كتاب كان خيبة أمان اللي هو هذا الكتاب عهد الأصدقاء لأنه مش مش مزود بالرسومات الأصلية والقصة أصلا قصة مصورة فيعني أنا تكتب لي فيها النص المكتوب تحت الصورة كان بصراحة خيبة أمل بالنسبة إلي فيعني عندنا فيه ترشيحات حلوة من هذا الرف هذا يا جماعة رف الكتب التي لم أكملها بعد أسف إذا الزاوية معتي من وعما لأنه إحنا تحت كتير فهاي كلها كتب مفتوحة وفيه كتير غيرها كتب مفتوحة بس اللي كتير غيرها عندي أمل أرجع أتناولهم من هون لآخر السنة هدولة تعط فيهم الأمل البوك لوفر هو عبارة عن كتاب رومانسي وشكله ظريف هذا بيقرأ على أصلا جلسات بتحسه ما علمت للحياة لأنه هيك لأنه فيه فقط يعني هو عبارة عن فقرات متقطعة مصرع إيفان إليتش أصلا هو مجموعة من القصص القصيرة أنا قرأت منهم القصة الأولى فهذه الكتب المفتوحة هذا اللي شايفينه هون هو كتاب بيحكي عن الحروب في الصليبية والكتاب اللي يفوقه جميع الكتب اللي هو كتاب صناعة الذكاء لطارق سويدان موجود فيه عدة ألغاز وأسئلة مجاور هون لإله مش حنقدر نجيبه على لقطة واحدة في عنا هون مجموعة مجلات كروشي وتريكو في عنا هون مجموعة كتب غريبة في التريكو وفي ألعاب الأطفال الطعام حل البوزلز الشعر كتاب تلوين وفي عنا هون كتابين تريكو هو بس للكتب العملية متمنى أزيد بحصيلتي من كتب الكروشي وأتوقع أنه بعض الكتب الموجودة هون سوف تخرج يوما ما من مكتبتي سنمر مرور سريع على الرفوف العلياء الموجودة في مكتبتي الرف الأعلى من كل مكتبة يعني عم نحكي عن هذا الرف وهذا الرف هدول التنين هي عبارة عن كتب لم أقرأها بعد هذا الرف هذا الرف هذا الرف أيضا كتب لم أقرأها بعد مش رح أحكي تفاصيل تفاصيل الرفوف لأنه في فيديو على القناة اسمه كل الكتب غير المقرؤة في مكتبتي حطيت فيها معظم الرفوف العليا الأقلية اول رف من كل مكتبة موجودة فيه بتقدروا تشوفوه. كل اللي رح امر عليه بس هيك بشكل سريع احكي اكتر واحد متحمسة لقله. اكتر واقي شي متحمسة اقرأوا بهذا الرف اللي هي هاي السلسلة. على الاقلية اني ابدأ بيها. سندر. وبتعرف وقديش انا سريح. بتعرف وقديش انا مرتحة لاصلا في قراءة السلاسل. يعني وشكلة. وفي عنا في هذا الرف ايضا مجموعة من الكتب الاخرى. اه يمكن اكتر واحدة متحمسة لاذها الكتاب. وفي عنا ايضا هاي المجموعة من الكتب. ويمكن اكتر واحد متحمسة لقراءته في هاي المجموعة اللي هي سارة. وفي عنا هوني مجموعة من الكتب معظمها كتب غير روائية. مش معظمها كل الكتب اللي هون غير روائية. واحد من الكتب المقتام بتحمسة ليلو اللي هوا كتاب مابعد الموهبة. مثلا. وفي عنا كمان هذا الكتاب اللي هون اللي هوا بيحتي عن جاك درابل. جاك الصفاح. جاك الصفاح اسمه. اه مش عارفة. شايفينه هذا الكتاب اللي كنت داخل ايدي وا جعب يمش ادرا احمل هذا الكتاب اللي موجود هنا بينما المجموعة هاي اللي هون شو بتفرق عن اللي فوق هاي اللي انا شريتها هاي السنة هاي الكتب اللي شريتها في عشرين اثنين وعشرين ولم اقرأها بعد ورطة اذا كل سنة بنشتري رفو بضل فهي فعليا لم اقرأها بعد اكتر كتاب كان نفسي اني اقدر اقرأ هاي السنة اللي هي كل الضوء الذي لا يمكننا رؤيته واحد من الكتب لكن لو اجيت احكي من اكتر كتاب متحمسة ليلها كلها كلها متحمسة ليلها يمكن الاقل حماسا اللي من الشق الانجليزي من هون وتحت حتى هذا الكتب يمكن انا متحمس له لانه شي ما من قراءة شي ما رح احضلكم رابطها تحت حمستني بزيادة ليلها ليلبيبة كتير حلو وبعدين من نورث وطالع هاي المجموعة اللي هون كلياتها كتب جدا جدا متحمسة لقراءتها فبس والله هذا بالنسبة على الكتب التي لم اقرأها بعد يعني انا حاول اختصر قدر الامكان مش خطر الله لكم كل كتاب كل كتاب الا اذا كان فريد وكنت حابب بفرجيكم اياه يمكن هاي الكتب اذا حابين تروحوا تشوفوا فيديو مشتريات حتشوفوها اديش فريدة من نوعها فرجيكم كيف الكتاب شكله بيكون اديش الاجانب بتعبوا عن جد على على الكتاب طلع اول اشي على التصميم طبعا اكيد في فويلينج ونقشة يعني انت بتحس فيها النقشة تمام مش بس هيك من جوة لازم تكون في اشي اسمه انك بيبر اما تكون اه اه ورقة منقوشة ملونة او ورقة مرسومة تابعة على القصة هي انك بيبر كمان هوني وحواف الكتاب طلعوا قداش حواف الكتاب جميلة ادريش حواف الكتاب على الاجنحة تتمل الاجنحة اللي مرسومة هون يعني مع الكتاب عن جد اخراجه جدا جميل اذا بتحبوا تشوفوا تفاصيل اكتر بتقدر تروح وتشوفوا فيديوهات اللي هي بيكون فيها مشتريات او الكليت او الثيري لوت او الطرود اللي من برا هاي بلانر الارجح انها رح تكون هدية للمتابعين على شغله في بالي وممكن تكون لا حسب بس المتابعة من الاردن او مش من الاردن هشوف شو ممكن نعمل هاي هي مجموعة الكتب الحديثة هلا راح نشوف رفوف المانغا والقضية الفلسطينية تمام اهلا فيكم اهلا فيكم في رف المانغا والكوميكس خلينا نقول من اهداف عفكرة لسنة عشرين ثلاثة وعشرين اني انا ازود مجموعة من المانغا والكوميكس ارجع اقرأ المانغا على الاقلية المانغا الكلاسيكية اللي هي المانغا اللي الزمان زي ونبيس اه روريكنشنز كان اسمو مش عارفه اه 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 هنتر كروس هنتر وما غيرها فحابب انا ازود مجموعتي فيها فهاي المانغا اللي عندي معظمكم تعرفوا ظهور الجن الحافي طبعا هي من اقدم المانغا المانغا المرسومة اه او المانغا عربية ممكن نقول انها ترجمت بشكل رسمي اه مانغا يعني مش مفضلاتي إذا حتى بهديني يا عادي بكمل الأعداد ما في مشكلة عندي ون بيس اللي هو النسخة اللي بتيجي ثلاث فوليومات زي ما انتو شايفين سوا مش فوليوم واحد كنت أجيبهم عن طريق جملون قبل ما تسكر وتنتن كمان جبت عن طريق جملون هي نفس الفكرة كمان بتيجي كذا فوليوم مع بعض يعني هذا ثلاث فوليوم بالفوليوم الواحد ثلاث شباتر خلينا نقول بالفوليوم الواحد وآخر إشي قرأته هاي السنة اللي هو كان The Boy, The Mold, The Fox and The Horse شفت إلو نسخة تانية مصورة بس حبدت أنا هاي نسخة يمكن أكتر نسخة تانية فيها رسم مش زي الخطوط العشوائية هاي اللي بيسموها الانيمي أو كذا بس كانت موقعا من الكاتب كتير حلوة هاي النسخة ولطيفة فاللي وراها اللي هي بتعرفوا فيلم قلعة هاول متحركة أعتقد إنكم بتعرفوه يعني هو أشر من نار على العلم فهاي قلعة هاول متحركة نفس الفيلم يعني لو فتحته من جوا خلينا أفتح لكم يا عشان شوفوه بالضبط نفس الفيلم كأنه مقاطع الفيلم أخوذها محطوطة في داخلها بعدين في عنا قلعة هاول متحركة هون إلها جزء تاني قلعة في الهواء على ما أعتقد رح أحاول إني أنا أشتريها وأي إشي كان أو استوديو جبلي عمله فرح أخذه في عنا صورة في الداخل لزوزة بس خليني أفرجكم إياها برضو هي من أشياء اللي كانت استوديو جبلي عملتها فهذا مخصص لا استوديو جبلي في عنا طموح بالتوسعاء في المستقبل طيب يا جماعة هذا رف القضية الفلسطينية معظم كتب القضية الفلسطينية رح تلاقوا إني أنا عرضها بفيديو هنا على القناة فيديو اللي هو 25 كتاب عن القضية الفلسطينية وفيديو تاني كان تم تصويره حديثا 25 كتاب من جديد عن القضية الفلسطينية طبعا ما في رف بزبط للقضية الفلسطينية بدون كتب غسان كنفاني مجموعة غسان كنفاني وفي عنا أيضا مجموعة إبراهيم نصر الله هذا الكتاب طبعا خاصة لزمن الخيول البيضاء حليني أفرجكم إياه شوي هو غلاف جلدي رح يكون من الداخل وموقع أيضا من الكاتب على سيرة الكتاب إنه موقع من الكاتب معظم الكتب الأجنبية اللي أنا كنت أجيبها لكاتنا تكون موقعا من الكتاب من برة طبعا بعدين هم بتلاقوا الثلاثية الأجراس الثلاثية الأجراس يا جماعة من المفضلاتي أكتر مجموعة من كتب البنهال الفلسطينية اللي عجبتني جميعها بلا استثناء بلا استثناء جميعها لثلاثية الأجراس عن جد من المفضلاتي يجيبوها باقي تتمت كتب إبراهيم نصر الله أتوقعه ما إلو علاقة بالقضية الفلسطينية مثلا حبيت أحطه بيت ما ينام العالم رأيته رام الله كتير حبيب أجيب كتاب بليد البرغوثي الثاني ولدته هنا ولدته هناك وعملت كذا أوردر ولما كنت أسأل عنه للأسف على حظي مش موجود باقي الكتب الموجودة تتحدث عن القضية الفلسطينية هيك رح ننزل هلأ إلى الرف اللي تحتيه وهو رف السلاسل سواء كنت عربية أو مترجمة أو غيرها هلأ فيما يخص الرفوف اللي انتو شايفينها هون هاي الرفوف عبارة كلها عن سلاسل بس نبدأ بالسلاسل اللي باللغة العربية بالروسية باللاتينية تنا نقول فرنسية مترجبة عن غير الإنجليزية ومنمشي بعديها للسلاسل اللي أصلا مترجمة عن الإنجليزية منبدأ هوني بزي ما انتو شايفين سر أريوس عندي جزء الأول وجزء الثاني ما بعرف ليش كنت متوقعة أني أنا شارية جزء الثالث مش عارفة من وين هاي الفكرة حوجا عندي جيلها جزء واحد بس هاتين عربستان غير كاملة لأنه أسامة وسلم طلع لسه كمان جزئين حالات نادرة كانت من آخر مشتريات معرض الكتاب وكمان كان في كتبين نفس الكاتب اللي هو رسائل الخوف وفي الجانب المظلم أعتقد أنه هدول كانوا من اختيار البنات أكثر للكتب اللي أنا متحمسة إلها اللي هو كتاب التغريبة الفلسطينية أو رواية التغريبة الفلسطينية الجزء الأول اللي هو أنا والبلاد والجزء الثاني حكايا مخيم مع أني أنا يعني مش كتير مغرمة بالنار والعنقاء بس جدا جدا متحمسة لهذا الكتاب بعدها بيجي عندنا الأداب الروسي يعني بتنتهي السلاسل العربية وبتبدأ عندنا الأداب الروسي ما بدر أقول إنها عبارة عن سلاسل أصلا يعني أتوقع أن الأخوة كرامازوف هي مقسمة بس تبعا لحجمها وأما هاي هي أعمال أنطونة شيخوف إن شاء الله تكون أعمال كاملة مش عارفة أنا يمكن هي أعمال بس مختارة مكتوب عليها هون كلها روايات قصيرة بس لا هي هون روايات قصيرة بحظة شوي هون روايات قصيرة وهون برضو روايات قصيرة ليش بذكر إش كان مسرح إش هون روايات وبرضو هون روايات قصيرة يبدو إن كلها روايات قصيرة مش عارفة ليش أنا كنت بفكرة إنه من المسرح من الهاي طلع 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 شو لقيت هاي جريمة لما أولادي بيكونوا يلعبوا كرة قدام ويؤتوا أعوراء لازم يخفوا أثر الجريمة إنه مكان مش مشكلة مهم يخفوها طيب وهلأ لعب كرة القدم شغال على ودنه بسبب الأولمبياد طيب يجي هلأ لكأس العالم كأس العالم شو الأولمبياد إذن في عنا هاي أعمال أنتوني تشيخوف وديستو فيسكي أنا قرأت الجزء الأول لكن بفكر 1 4 3 2 أعتقد أنه أي شخص عاقل بس يشوفها الترتيبة راح أعصابه تتلق يعني لازم لازم يضبطها حتى المجلدات ما رجعتها زي ما كانت ثانية ثانية جرد ما ننهي آخر كتاب بنبدأ بعمل لاتيني خلينا نقول الأدب اللاتيني والإسباني تقريبا على نفس الشاكل اللي بيكون فأول كتاب عنا اللي هو لجوزيس رماقو العما أنا قرأت لسن رماقو وفينا أقول إن قرأت له يمكن على الأقل ثلاثة كتب وهو يعني من الكتاب المفضلين لدي راح ننتقل هلأ للرف التالي اللي هو هذا الرف الصغير المجاور بتمنى تكون الزاوية واضحة نوعا ما في عنا هوني كتب إيزابل أليندي في عندي إلها كمان كتابين لا عندي إلها كتاب واحد خارج التشكيلة هاي بس لأنه لسه ما صورت له مراجعة فهو موجود في الخارج هي من كاتبت المفضلة مع إنه إيزابل أليندي بتكتب بطريقة في بعض الأحيان مقززة فالناس اللي ما بيحبوا تفاصيل ممكن تكون مؤلمة ومقززة وقد تعلق في الذاكرة وما عندها مشكلة إنه تكون كتابتها فجرة في كثير من الأحيان ممكن إنه ما ترقهم إيزابل أليندي بعدين نيجي لمفضلة الجماهير اللي هي رباعية مقبرة الكتب المنسية واللي أنا ما أضفت لها الكتب الجديدة اللي انضافت للسلسلة بعدين ندخل على الأدب الفرنسي في عنا كتابين أرسين لوبين طبعا اللصة الضريف أولا ثم يواجه شارلك هومز وبعدين في عنا من الأدب الإسكندنافي قاتلهم بلا وجه من دار المنا وأنا بصراحة مش مش مغرمة إني أكمل هي قصة محقق يعني هي بتابع قصة محقق بس بكل بكل رواية أو بكل إصة بتنتهي الإصة تماما يعني أعتقد إنه أكتر الكتب اللي الموجودة هون والمظلومة اللي هي كتاب زورو ما بس مع كتير ناس بتحكي عنه خاص بإيزابل أليندي أكتر الكتب اللي أنا متحمسة إني أقرأها وأكيد هو كتاب باولا لإيزابل أليندي والباقي معظمه قرأته أرسين لوبين يواجه شارلكوم وقرأته رح نروح هلأ نبدأ بسلاسل الفنتازيا اللي باللغة الإنجليزية أقول إنه هذا المربع اللطيف الضريف من مفضلات سيكس كريمسونز اللي هو واحد من الكتب القرأتها مؤخرا متلاقوه في مراجعة نوفمبر مستبورن كمالجز الأول قرأته مؤخرا متلاقوه في مراجعة نوفمبر متحمسة كتير أكمل باقي السلسلة اللي متبقي من الجزء الأول من السلسلة وبسموه المرحلة الأولى الأيرة الأولى اللي هو كتابين بينما أنا قرأت كتاب واحد فقط وشايفينها هي كتب ضخمة بتذكروا ذكروا البذنز متى أنا قرأته مش السنة هاي السنة الماضية ولهلأ أنا حتى بمعرض الكتاب تقريبا وقت معرض الكتاب السنة الماضية فلهلأ أنا ما كملت بالرغم أني أنا حكيت أنه عجبني مع أنه قد لا يعجب الجميع يعني هذا من نوع من الكتب اللي لا يعجب الجميع ونحسيته بـ بلس 17 يعني هو أقرب للنيو أدلت منه لاليافعين وعندي جزئين وفي أصلاً إلو أجزاء طالعة وناوي أجيبهم ناوي شكلي أجيبهم قبل ما أقرأ الجزئين Hunger Game بتضلها من مفضلاتي بحبها كتير وهلأ يمكن أجيب الجزء الرابع لإلها بالعربية متوفر حالياً بالعربية فمش عارفة يعني أنا لولا أنه بنات استعروها من شومان بالعربية كمان جبتها بالعربية فهلأ أنا محتارة أجيبها بالعربية أتحجج عشان هو أجيبها بالعربية ولا لكن هي ألعاب الجوع عن جد من مفضلاتي فهلأ رح ننتقل كمان بالسلاسل ونكمل مع الرف التالي طيب منيجي على أول كتاب اللي هو بلد أندقر هو تاني كتاب من صناديق الكتب وصلني لكنه هو أول كتاب من صناديق الكتب أنا قرأته ما قدمت له مراجعة ليه؟ ولأنه نازل بفلوغ لسه الفلوغ ما نزل مع أنه الفلوغ مصور من شهر ثمانية بس ما نزل نفس الشي يعني خليني أفرجيكم كيف أنه صناديق الكتب تيجي الكتب اللي فيها يعني متعوب عليها إلها كفرين كفرها بنلف وبنعرض حتى غلافها يعني الهارد كفر جميل الانك بيبر أو الورقة الداخلة لإلها أسفل بيكون أيضا جميل قيمت الكتاب ثلاث نجوم أعتقد أنه ما بين الثلاث وما بين الأربعة جزء من ثنائية حسب ما أعلم حتى اللحظة بس هي لسه ما صدر لها الجزء الثاني وأنا مش كتير متحمسة أني أكمل يعني فيها يعني إذا بتيجو توصل من نصها مجانية غريكي لا هذا عبارة عن ثلاث أجزاء من قصة فانتازيا ما قرأته ما قرأته وما قربت له وبعدين بتيجي عنا اللي هي لعبة العروش بأجزائها ثلاثة ندخل على هلأ أدب شوي كلاسيكي في عنا روس بالدوراك وديميلزا وروس كمان كان من قراءات نوفمبر من الكتب المفضلة عن جد إلي ديميلزا هي الجزء الثاني ولكن هي يبدو أنها ثلاثة إنها أسفل سلسلة طويلة فما بعرف أين تنتهي في عنا شارلوك هومز لازم أحطه مع شارلوك هومز لا ذاكها أرسين لوبين في عنا شارلوك هومز في عنا أولاد جو اللي هو الجزء الثالث من نساء صغيرات ورجال صغار بس نساء صغيرات ورجال صغار أنتم موش شايفينها بالرف لأنها أصلا من الكتب اللي أنا قرأتها بس ما قدمت لها مراجعة فهي محطوطة على جنب في عنا أيضا هذا الكتاب اللي هو كمان جزء من يعني سلسلة مش ثنائية The shop on blossom street أتوقع إنه فيه كل الصب تنتهي لحالها ويمكن بتذكروا أنا حكيت لكم عنه اللي هو أول إش ما زلت ما زلت أحب هذا الغلاف تاني إشي هو بيحكي عن واحدة بتشتغل ببيع الصوف وناجية هي أصلا من السرطان وبتحكي إنها حكاية الناس اللي انضموا لزينادي نسيج هي عاملته إحنا بنتبع حكاية الناس طبعا فيها وبعدين تيجي عندي سلسلة دانب براون وآخر الكتب اللي تنضمت إلى السلسلة اللي هو دافينشي كود الكتاب المفقود المش موجود بالعربية والإلستريتد أديشن والنسخة المصورة منه لا يغوركم شكله الخارجي هيك يعني بس نسخة المصورة وحق وقدش ربع ليرة ربع ليرة طيب رح ننزل هلأ للرفوف السفلة ونحكي لكم إيش أنا أصلا ضابة في هذه الرفوف هذه الرفوف يا جماعة اللي هي أول إشي عنا هذا الرف فيه الروايات للمؤلفات العربية وآخرها للمؤلفين العرب وبعدنا في عنا هذا الرف اللي هو أيضا روايات بس مش لكتاب أجانب وإنما كتاب من لغات أخرى وبعدا نبدأ برف الكتاب الأجانب سواء كان مترجم للعربية اللي هم اللي بيكتبوا بالإنجليزية هذا صوت عشقهم إذا أنتم سمعينه اللي بيكتبوا بالإنجليزية للنهاية فخلينا نبدأ بهذه الرفوف أعتقد بهذا الرف واضح جدا أسماء كاتبات المفضلات واللي أنا متحيز لهم ألف شفاق رضو عشور أبو ثين العيسى وفي عنا كاتب المفضل اللي هو سعود سنعوسي ومأمون القانوني هلأ هو حكى اسمه الصريح ناسي شو اسمه الصريح بعرفش إذا كتب صارت أطلع باسمه الصريح حم لا فهاي الكتب اللي قرأتها لألف شفاق ما عندي لها أي جديد حاليا فكر أستعير بعض كتبها من شومان وهذه كتب رضو عشور بتمنى أكمل كل كتب رضو عشور فقط انضم جديدا كتاب الصرحة للمجموعة هو الكتاب الوحيد المقرأت وبيناتهم لو آجي على ألف شفاق بتستغربوا ممكن أحكي لكم إنه شرف واحدة من الكتب المفضلة لدي دونا عن الجميع هي بتصدر ممكن تلاقوها طبعا بجزء طبعا بجزئين موجود لها مراجعة على القناة بحبها لبساطتها وقدرتها على معالجة يعني مشكلة موجودة بالواقع العربي والتركي حليب أسود أيضا من مفضلاتي هو يعني كتابة غير روائية للكاتبة وإن كتب على الغلاف رواية كل ما تكتبه رضو عشور عشق عن جد يعني كل كتبها جميلة رضوة من الكتب اللي أنا بكيت معها وثلاثية غرناطة تركت ثقب في قلبي التنطورية بتحكي عن مأساة التنطورية وهلأ في طالع فيلم وثائقي بيحكي عن هذا الاشي نفسهم اليهود صوروا كتاب سميحة خريس يحيا هو من كتب المظلومة وجميل يعني أنا شايف كتاب يحيا وقواعد العشق الأربعون على نفس الشاكلة يعني مش على نفس الشاكلة نفس المستوى الأدبي خلينا نقول هلأ نيجي على كتب بوثينا العيسى كل الأشياء من الكتب اللي قرأتها مؤخرا وهي من مفضلاتي وفعليا أيضا عائشة تنزل إلى العالم السفلي من مفضلاتي لأنه سبحان الله قرأتها مع كتاب كان ملائم كتاب غير روائي ملائم لهذا الموضوع ومتحمسة جدا لأني أقرأ السندماد الأعمى من مشريات المعرض الجديدة ما زالت بغلافها هي واستدري استغيرت الزاوية لأنني اكتشفت بس بس روحت أنه ما كان يصور بسبب السعام صوري الكم فور كيف فأعتقد أنه هذا هو السبب أيضا شو كنت عم بحكي أنه صرحة ما زالت أيضا بغلافها أعتقد أنه هذا آخر إشي حكيته ويمكن علقت أيضا على نسخة ناقط صالحة قلت أنه هذه النسخة لسعود سنعوسي هي النسخة الأصلية للدار العربية للعلوم ناشرون لكن في نسخة تانية من تنمية بتيجي بدون ما يكون الغلاف هارد كبر أو لونو بيني فقط هذا الفرق منتهم هذه كان نسخة اقتصادية طبعا هيك إحنا ما يكون خلصنا رف الكتب العربية رح ننتقل هلأ للروايات العربية المترجمة عن غير الإنجليزية في المجاور يا جماعة يمكن أول رواية اللي هي رواية فانتازيا فضائية أرضية نوعا ما هي أدب روسي لكن مش موجودة منه نسخة مترجمة للعربية إنما النسخة الخاصة فيها هي مترجمة من الروسية للإنجليزية حكاية غريق واحدة من قصص جابريا الماركيز اللي يمكن أطلعها من مكتبتي يعني مش مكتير مغرمة فيها أرجوك أعتني بأمي مترجمة عن الأدب الكوري وقتب باولا كوليو اللي هي نوعا ما من الأدب خلينا نقول لاتيني ولاعب الشطرنج أدب اسكندنافي ما بقدر أقول اسكندنافي يعني بس هو أدب أوروبي بعدها في عنا فتاة من ورق لو يميسو يميسو أصلا فرنسي بس أنا ما بعرف هو بكتب كتاباته دايركت بالإنجليزية ولا بكتبها بالفرنسية بعدين في عنا أعمال جوستين جاردنر أشهرها اللي هو عالم صوفي بعدين حكايات الأخوة النقريمي اللي هي تجميع تقريم لكل القصص التراثية الألمانية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت أو في تلك اللحظة الحكاية بسموها المأخوذة المشافهة الموجودة مشافهة جمعوها ووضعوها في كتاب وهي نوعا ما قصص الخرافية الأوروبية اللي كانت موجودة هناك هلأ نيجي للمربع تالي اللي هو الكتب أيضا منتابع فيه الروايات المترجمة عن الإنجليزية في عنا يوميات آدم حواء من آخر الكتب القصيرة اللي أنا قرأتها وكانت من مفضلاتي في عنا للأسف كتابين مسكرين بغلافهم هذا مش من مشتريات المعرض المعرض السوداء من مشتريات المعرض القديم يعني قبل بالسنة والمريضة الصامتة من أحدث المشتريات اللي أنا جبتها بعد المعرض يعني في مجموعة مشتريات جبتهم أتوقع رح تشوفوهم بفلوغ بس بعرفش متى يكون هذا الفلوغ ومجموعة من الروايات المختلفة في لجوني جرين أكتر إشي متحمسة لإله متحمسة للمادة السوداء أكتر من المريضة الصامتة ومعظم القراءات الباقية خلينا أقول أني أنا قرأتها Gun with the wind واحدة من مفضلاتي و1984 أيضا واحدة من مفضلاتي أما ما كملتها لأنه الترجمة تعيسة لكن إن شاء الله يعني في نية إني أنا أكملها ومنكمل كمان على رف الروايات لكن هذا الرف كله بالإنجليزية يمكن ما عادة رواية واحدة اللي هي رواية إنعطاق لستيفين كينغ في عندي مجموعة كبيرة من روايات لستيفين كينغ للأسف يعني أنا مش قارقة منها كتير هاي الرواية يعني بتبدأ مجموعة هاي وخاي هدول الثنين عبارة عن نوفلات لإلهم جمعة مع أحد الكتاب هذا مشترك مع أحد الكتاب وإنعطاق هي الوحيدة المترجمة فأنا الهلأ متهيبة أجيب إشي للسيفين كينغ وأنا مش قارقة إلا فقط أندر دا دوم تلاقوها في مراجعات كتب العام الماضي بعدين في عنا هوني مجموعة روايات أعتقد اللي هو أضخم كتاب في مكتبتي وكلاسيكي كمان والخط صغير من الداخل فيعني فيكم تتخيلوا قديش إنه هذا الكتاب مخوفني إني أنا أقدم على قراءته يمكن كتاب المفضل لدانيا الستيل شفتوني أكتر من مرة طلعت كتب لدانيا الستيل من مكتبتي هذا الكتاب المسكين اللي حالته هيك هذا الكتاب روحت مرة من الشغل لقيت ولادي طعنينه في فتحت الطرود مش عارف شو بتهيائلهم جيفري أورتشر أنا جربت له حتلاقوا له كتب منترجمة دار العربية العلوم من العلوم بتترجم كتبه هاي رواية علمية كنت قد قدمت لها مراجعة على القناة في واحد من الفلوغات اللي موجودة أكتر كتب أنا يعني شوي متخوفة من قراءتهم ما تبقى لي من دانيا الستيل و سيدني شلايدون يعني حاسيتهم ثقيلين على قلبي باقي ما تبقى من المجموعة لأعادي وخاصة هذا الكتاب اللي هي اللي بيحكي عن أتوقع عنها قصة واحدة حدا بتبرع لها بإشي مكينة بدم فعملية نقل الدم بترتب عليها نقل ذكرياته لهذا الشخص لهاي المخلوقة يعني من الكتب أو من الروايات لأنا جدا متاحة من نسل آيل هون نسل هلأ تحت ونبدأ برفوف الكتب غير الروائية المجموعة اللي هون تقريبا في عنا كتب عن الكتب وكتب دينية بعدين نيجي هون لكتب تخصص علم النفس خلينا نقول كتب تخصص التغذية والمجموعة الأخيرة في هذا الرف فيها كتب سياسية وكتب علمية على ما أعتقد وبعدها بما مضلنا غير الرف الأخير فخلينا نبدأ بالمجموعة الأولى في كتاب عن النقد عن القواعد الثقافة والمنهج شو بيعمل هون مش عارف لازم يزيح هو كتاب ثقافي ممكن أنسب ما كان إليه عند متاهات الوهم بعدين كتب عن الكتابة الحقيقة والكتابة من أفضل ما قرأت هذه السنة عن الكتابة دانيال بنك متعة القراءة هو كتاب قعد قراءته هاي السنة وأنا بفضله مش كل الناس بتفضله مش على ذائقة كل الناس بس أنا بحبه اللغز وراء الصحور من الكتب اللي أنا الصحور الصحور يا جماعة اللغز وراء الصطور من كتب أحمد خالت وفي اللي رشحتكم إياها سبق ورشحت لكم إياها فيما سبق في فيديوهات أخرى ورجعت جبتها من معرض الكتاب الكتاب غني وغزير بالترشيحات الكثيرة لطيف كتير بيحكي عن الكتابة المختلفة المنهج النبوي في تربية الطفل من أقدم الكتب اللي كانت موجودة في مكتبتي وبعدين في عنا كتب غير مهمة يمكن في عنا متاهات الوهم لا يوسف زيدان ولأنك الله لعلي جابر الفيفي ومجموعة من الكتب زي كيمياء الصلاة ووحي القلم إذا بتلاقوا هون أجزاء ناقصة بتكون السبب أني أنا سحباهم أو عم بقرأ فيهم أو لسه ما قدمت لهم مراجعات نيجي هلا لها المجموعة الثانية الموجودة عندنا هون اللي هي فينا أقول كتب في مجال تخصصي هون ناقص كتبين وين هم موجودين موجودين بجنب السريري لحظة شوي يعني ممكن من سابع المستحيلات أصور مكتبتي متكاملة تمره واحدة يا جماعة لأنه إذا مش أنا اللي ساحبة الكتاب حيكون أطفال يساحبين الكتاب في كتاب هون حلو كتير نفرجيكم إياه يصلح للمربين والمعلمين اللي هو دليل المهارات الحية طبعا غلافه مش موجود هذا دلالة على فكرة على إيش يعني على استهلاك لهذا الكتاب وبعض الكتب الموجودة هنا يمكن هذا الكتاب هذول الكتب أنا فرجتكم إياها بمراجعات كتب السنة الماضية هم مكتبين مصورين بيحكوا عن الاكتئاب يعني بيمثلوا الاكتئاب بكلب أسود فهذه هي الكتب الموجودة هون بعدها مننتقل لبقايا كتب التغذية التخصص البكالوريوس الأصلي في أكتر من كتاب بس مش موجود هون في كتاب أتوقع عن النباتات العشبية مع هذول الثانين كانوا من ضمن المقرر واحد منهم هيومن نيوترشن اللي هو الأساسيات والثاني اللي هو دايت الثرابي التغذية العلاجية وهذا كي الكتاب اللي هو عن النباتات الطبية وباقي الكتب هي إضافة مني بالا تخصصي بعدها مننتقل لآخر مجموعة كتب الرفية جماعة معظم الكتب الموجودة هنا يعباري عن كتب سياسية أو كتب علمية اللي بدي أحكي إنه هذا الرفيح هو العديد من مفضلاتي عقيدة الصدمة يعني الكتب اللي رح أحكي لكم إياها مش بس مفضلاتي مستعد أقرأها كمان مرة اللي هو كتاب عقيدة الصدمة صعود الرأسمانية من الكتب اللي صعب إنك تحصل عليها خارج معرض الكتاب على فكرة فيعني إذا حطوا في بالكم حاولوا إنه تجيبوه من شركة المطبوعات للتوزيع النشر من معرض الكتاب قصة الفلسفة انسوا الانهيارات اللي صارت قصة الفلسفة أيضا من مفضلاتي الإسلام بين الشرق والغرب من مفضلاتي وهروبي إلى الحرية هدول الأربعة فعليا من مفضلاتي وراهم بيجوا من الكتب العلمية ماذا لو كتاب لراندال مولو من مفضلاتي هو وقصة الكيمياء الكتاب اللي كتير مبهدل يعني متهالك وموجود وراه بواتق وأنابق هدول التنين أعتقد أني قدمت لهم مراجعات في أفضل الكتب غير الروائي القراءة السنة الماضية وكيف بدأ الخلق حتى فيزياء المستحيل واحد كان من الكتب المفضلة لدي بس أنا مش فتذكره في أي سنة قرأته آخر كتاب موجود هون اللي هو The Perfect Storm قدمت له أتوقع مراجعة في أحد فلوقات القراءة وهو بيحكي عن قصة حقيقية راح ضحاياها ناس كتير نتيجة عاصفة فرح ننزل هلأ لتحت رحينا نحكي عن الكتب الموجودة في الأسفل يا جماعة حتلاقوا أنه هاي كتب السيرة الذاتية تقيبا والتاريخ كتب فيها مراجع الكتب القديمة أمهات الكتب فينا نقول وآخر إشي تنتهي أمهات الكتب بكتب التنمية الذاتية فرح نبدأ من هون اللي هو كتب السيرة الذاتية والتاريخ كتاب يمكن أنا متحمسة أقرأه في كتب السيرة الذاتية والتاريخ اللي هو استرداد وعمر خريف الغضب ممكن يكون إعادة قراءة بالنسبة إلي وإيش بقدر أرشح لكم بقدر أرشح لكم من هذا الرف كتاب أمريكا والإبادات الجماعية قدمت له أكثر من مراجعة على القناة في ضمن أكثر من ترشيح الله أكبر الله أكبر ممكن أرشح أيضا مغامرة العقل الأولى لفراس السواح ورام دمشق إسرائيل أيضا لفراس السواح يعني هاي أكثر الكتب اللي ممكن تلفت نظري من هون وأرشح لكم إياه نحن نتقل هلأ لمجموعة تانية من الكتب اللي هو هذا الرف هذا الرف يا جماعة فيه مجموعة من المراجع اللي يعني من مش هتستخدمها بشكل يومي هذا عن أطلس هذا ديكشينوري وهذا خاص بالأمثال الشعبية الأردنية الباقي هوني سلسلة فورداميز إذا سلسلة إذا بتحب تقرأ في موضوع ما فحتلاقيها جدا مفيدة فيه عندك كتابة روايات خلينا نقول اللي هي الرعاية الوالدية تاريخ العالم وأسوأ كتاب متحيز من المجموعة اللي هو علم النفس فتب ريجنينسي تحافظ على الأشاقة أثناء الحمل والتراينينج اللي هي التدريب للكوشينجز اللي بيحب يكونوا مدربين هذا الكتاب كتير يعني كتير جدا 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 مفيد وأوصفيه هو أكتر إشي والرائتينج فكشنز بعدين البيرانتينج والسايكولوجي هدو الأكتر إشي بهمني مواضيعهم حاليا طيب كل المجموعة سوري كل المجموعة فعليا أنا قرأتها فننتقل اللي وراها أمهات الكتب نبدأ بي ابن كثير شايفين الضرار اللي هون ما بعرف إذا نبين ولا لا الضرار الموجود هون الضرار الموجود هون هدول لما إحنا رتبنا المكتبة تبعتنا ولفناها بلاسق فلا تعملوش هاي الحركة لا تلفوا المكتبة بلاسق لأنه بأبع جزء من من الطلاء اللي موجود على المكتبة ابن كثير للأسف أنا مش قرأة غير فقط هذا الجزء جزء ثلاثة أربعة بش موجود لأنه على عربة الكتب إذا انتبهتو وللأسف أيضا لم أقرأه فنفسي أني أنا أتفرغ لقراءة هذه السلسلة بس بتعرفونما الواحد يكون عنده دوام كامل عنده مجموعة أطفال من الصغار فهو بيميل للقراءة للمتعة أكثر فبيحاول أنه يأخذ أشياء كخفيفة وفلافي يعني شوي بعدين منيجي لآخر رف موجود عنا في المكتبة شوي أعتقد أنه هيك جبنا الصورة كاملة الرف الأخير الموجود عنا هون في المكتبة اللي بلا عنوين هي تفسير ابن كثير أنا قرأت جزء الأول منها حاليا الجزء الثاني عم بقرأ فيه متبقلية القليل من الصفحات بعدين في عندك مجموعة من الكتب نهجة البلاغة على ما أذكر للإمام علي بن أبي طالب كان من كتب المفضلة وأنا في الصف العاشر كنت ألا العبارات الموجودة فيه رهيبة وجميلة جدا بعدين فقه السنة في تنين وجزء الثالث كنت متمانية أني أقرأه هاي السنة ممكن أحكي أنه زنزانة لسليمان العودة أحداث انضمام كان للمكتبة من أرام كان مطلوب ضمن القراءة الجماعية في مدرستها العادات السبع للناس الأكثر فعالية من أكثر الكتب اللي أنا برشحوا بس أصبروا شوية الترجمة حتحسوا حالكم في واصلي بدكم وقت لتدخلوا بالمود وبعضكم يمكن بيعرف ماري كندو سحر الترتيب مع كتابها المنغا اللي قدمنا له مراجعة اللي هو نفس الفكرة لكن ملخصة على طريقة قصة منغا يعني هاي هي أكثر الكتب الموجودة هون هذا الكتاب اللي مش مبين Eat That Frog اللي هو أهجم على المهم الأصعب في يومك وحاول أنه أنت تنهيها في نصائح مختصر على العديد العديد من نصائح التنمية الذاتية اللي ممكن تفيدك فبس هيك شو ضللنا؟ ضللنا ناخدكم بالمكتبة السوداء لما يكون في أي مشكلة أني عم بصور هذا الجزء الأخير من المكتبة بشكل متحرك طيب شو في عنا إحنا هون يا جماعة زي ما أنتم شايفين في عنا كتب Lord of the Ring الموجودة عندي طبعا الكتابين العربية موجودين بس وين هم؟ مش عارفة الجزء الثاني موجود في عربة الكتب اللي أنهيت قرأتها هلأ وجزء الثالث موجود في عربة الكتب اللي كنت أتمنى قرأتها خلال السنة هاي اللعبة Lord of the Book محفوظة هون وهاي البولز أو اللي أنا أبلع فيهم وشوية بوك ماركس محتوظين هون الشمعة اللي لسه ما أجدورها وما أشعرناها الصندوق اللي هون هي الكتب اللي أنا خلصتها وما أقدمت لها مراجعات هاي الكتب يفترض أني أقدمت لها مراجعات لش موجودة في الصندوق؟ إسهايمر بعيد عنكم هاي الكتب اللي هي ما أقدمت لها مراجعات يفترض أني أنا أصورها توقع بس نساء صغيرات ويمكن بيت الأرواح مرأة معي ببلوم كانت خيبة أمن مؤلمة جدا هاي الحكاية ورجال صغار يعني زيني ساء صغيرات هي مش واو 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 يعني تقرأ تقرأ لا بأس فيها The Book Thief يمكن الأفضل بينهم عيط 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 دخل علي ابني ولي مالك ماما The Book Thief صارقت الكتب بترجمة بالعربية هذي القصة هذا الصمغ اللي جبته علشان ألزق الحامل تبعي الناس اللي بتابعوني على انستجرام بعرفوا انه حامل التصوير مكسور يعني صار له ابن سانة الخشبة هاي الكتب اللي هذا الكتاب خرجته من مكتبتي هذا الكتاب ناوي أخرجه من مكتبتي بس لأنه طوله مزعج طيطة عندي الكتب المخرجة حتى أسهل علي وبعدين هاي الكتب أنا حطتها هون لأنها هي أقدم الكتب الموجودة من مكتبتي ولن تقرأ بعض يعني كنوع من التذكير انه اللبيبة هاي الكتب صار له من سانة الخشبة وانتي مقرأتها هيك إحنا منكون خلصنا المكتبة السوداء الموجودة عندي بس ان شاء الله تكون جولة خفيفة دم وممتعة لأنه لسه في كذا شغلة تبقت عربات الكتب عربات الكتب ننتقل للعربة الأولى اللي هي عربات الكتب اللي أنا حابب أقرأها معظم الكتب الموجودة فيها الجماعة اللي هي الكتب اللي بتكون على قائمتي في السنة كل مرة بعمل رف على القدريدز وبضيف إلهم مجموعة من الكتب اللي أنا حابب أقرأها وبحاول أفضي هذا الرف فعليا يعني ما يكون بس على العالم الإفتراضي أحطه وأحطه أجمع الكتب وأحطها في هذه العربة لكن عدد الكتب اللي بكون حطه بالرف خيالي فبالتالي عربة الكتب الظلامة يعني مكان ما بيفضى منها برجع بحط كتاب آخر هي الكتب اللي كان يفترضني أنا أقرأها في هذه السنة وما قدرتش أوصلها هذا ما تبقى منها تقريبا بعضها زي ما أنتوا شايفين زي مثلا ذهب مع الريح هي عبارة عن إعادة قراءة باندنس أوف كاثرينز كمان إعادة قراءة اللي هو هذا الكتاب فهي مجموعة من الكتب العربي والإنجليزي غالبا إذا كنت عم بلعب لعبة التي بي آر في جيم بكون مرتبة الكتب في العربة حسب الأولوية يعني الأولوية لفوق وبعد الانتحد لكن في الوضع التضيعي أنا بحب أو بفضل أن الكتب يكون فيها حسب الطول الأطول فوق كتير حتى ما أتغلب لما أطلع الكتب من الرفف الدنيا يمكن أسهل لي إخراجها لما يكون الكتاب قصير فما بصطدم بالحافة زي ما أنتوا شايفين فبس والله هاي هي عربة الكتب إيش لسا من القصص اللي هون أنا متحمسة أني أنا أقرأهم ما زال نفسي يكون عندي وقت أعيد قراءة ذهبة مع الريحة على رواء الأشياء الأولى أولا ما زال متحمسة أني أقرأهم إنك ديث لازم تكون على قائمة إن شاء الله سنها يعني اللي هي عشرين تلاتة وعشرين يعني السنة الجديدة وهدول يمكن أكتر الكتب أنا متحمسة أني أنا أقرأهم فيما يخص عربة الكتب الأولى فخلينا نشوف العربة التانية أنا شو بعبل فيها نجي هلأ لعربة الكتب يمكن لازم أبعد أكتب حتى تقدروا تشوفوها بتفاصيلها هاي العربة اللي هي عربة الكتب اللي أنا أقرأها حاليا أقرأ حاليا تفسير ابن كثير يوميا في عنا صبحة أو تفسير آية صلاح رجال صلاح عيسى لرجال ريا وسكينة ما فتحته هذا الكتاب التخلف الاجتماعي مطلوب مني في الشغل تطير العرق في فلسطين وعلاقات خطيرة من الكتب اللي كنت متأملة إنه لو أقرأ منها القليل خلال هذا الشهر ويوم ميسو أحد استعارات شومان ويفترض أني يرجع لشومان فأنا عم بقرأ فيها عم بحاول حتى أنه يرجع هذا من استعارات الأطفال لفكرة وأنا لا أتفقد لكم مع قسم الأطفال المجموعة اللي هون الأول واحد غالب هلسة نقد الأدب الصهيوني والمد الهائل وخيري شلبي ولدنا ولد ويوميات سبايدر ويك رح تشوفوهم بفلوغ اللي هو سبع كتب في سبع أيام اللي يفترض أنه أنا آيلي ثلاث أيام عم بصور فيه بس ما عملت له شو الأبدات إلا ما راح أحده الكتب الفي الأسفل هون هي الكتب اللي أنا أنهيتها أنهيت تنظيمة عيد الميلاد سيد الخواتم وخلاصة الأحكام في تجويد القرآن في كتاب آخر أنهيته اللي هو ذاك الشيء حول عنقك وأرجع لشومان وآخر رف الموجود هنا موجود في مفكراتي والكتب أو الدفاتر اللي بكتب عليها ملاحظاتي هوني بس في الشمطة اللي ممكن تكون موجود فيها بعض الستيكرز والأشياء اللي أنا بستخدموها في ملاحظاتي فهذه هي عربة الكتب في عندي كمان هون هوني بحط أكتر من واحدة اللي إذا بدي أخذ كتاب بحطها فيها وصلتني طبعا بأخر مشمارة مشتريات صناديق الكتب اللي تلاقوها على القناة فيها كتير بتحفظ من الكتب وبيكون في عندي كمان سلة موجودة بالخلف اللي هي موجود فيها بعض النوتس أو البوك ماركس أو بعض الأحيان بعض الأقلام بس إحنا في فترة انتحانات في يعني كل إلمة ومقارت من هون بدئيا هذه هي العربة شوفوا قدج أنا يعني مدفئة جدا فيها القايمة اللي خاصة فيها كيف مهومس يعني من الكتب اللي ما صورت الكوبيان يا جماعة الكتب الأنبع أم بقرأ فيها حاليا اللي هي رواية إقناع لجين أوستن حلوة أوستن والشجرة الحديدية اللي هي السلسلة لأنس بايدرويك اللي هي السلسلة رقم أربعة الجزء رقم أربعة فهدو الحالين أنا عم بقرأ فيهم فموجودين على طوض القراءة الخاصة فيه هكذا نكون إحنا خلصنا يا جماعة وبتمنى أن تكون الجولة عجبتكم في هذه المكتبة بس بحب أختم وأقول أشوفكم على خير وسلامة في فيديو جديد قادم ظلوا إيجابيين حقا أحلامكم ربخ لي والي والدي ورب يرحمهما كما ربي يعني صغيرة سلامة شكرا